السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من علم الكلام دلوقتي العصر اللي إحنا فيه كله محترف كلام أهل الباطل محترفين كلام بتعلموا فلسفة الكلام إزاي يكلك بالكلام إزاي يلفك بالكلام طب يا عم الشيخ هل نتعلم إحنا علم الكلام آه اتعلم علم الكلام ولكن استعمله في الخير فلسفة الكلام تستعملها في الخير الإنسان اللي اختصم للنبي صلى الله عليه وسلم ده في إنسان آخر مقابل لي ولكن وحد عنده علم الكلام استطاع أنه هو يخدع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو خدعتني لأننا بشر فمش هتقدر تخدع رب البشر فإن اقتطعت لك فقد اقتطعت لك بقطعة من نار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام يمشي على النبي صلى الله عليه وسلم يكلوك بالكلام اه يكلوك بالكلام وهم متعلمين علم الكلام عشان كده يجي يقولك ان ما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة وتلاقيه هو هو اللي بيخالف الحقيقة المطلقة ومن هنا انا احب بصراحة احيي شيخ الازهر اكل الخشت بالكلام برضو الخشت لما اتكلم في المؤتمر اتكلم بعلم كلام وقال ان ما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة وطبعا يعني ما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة يعني القرآن ده مش حقيقة مطلقة لكن هو ما يقدرش يقولك ان القرآن ليس بحقيقة مطلقة ولكن يضرأ امثلة على اشياء تانية فشيخ الازهر استاده استاده من خلال الكتاب اللي هو عامله قاله لو الكتاب ده حقيقة مطلقة يبقى انت خلفت مذهبك ان ما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة وان الكتاب ده يأتيه الشك فاخد الكتاب لحد ما تجيب لنا كتاب فعلا نحس ان هو حقيقة مطلقة وده مش هيحصل وهو ده يا اخوانا علم الكلام للأسف الشديد يا اخوانا ان في ناس بتكون الحن حجة عن ده علم الكلام وناس تانية عايزة تدفع عن الدين بس ما عندهاش علم الكلام فاللي عنده علم الكلام ده يأكل صاحب الحق اللي ما عندوش علم الكلام فلازم تكون انسان ذكي سريع البديهة لازم شيخ الازهر استاده شيخ الازهر قصف جبهته انتهى الخشت من بعدها انا ما ظنش ان هو يقدر يرفع راسه تاني ويتكلم في الحقيقة المطلقة ويتكلم في تجديد الخطاب الديني او يتكلم في اي شيء في دين ودي المسألة الاولينية المسألة التانية شيخ الازهر لما تكلم عن الاقتصاد في نفس الحديث طرع بعض الاعلاميين وقال لك ما يخلي شيخ الازهر في الدين ايه اللي يخليه يتكلم في الاقتصاد لكن هما لما يتكلموا في الدين جميل جدا ومباح ليهم انهم يتكلموا في تجديد الخطاب الديني يتكلموا في الاحاديث يتكلموا في تنقية الاحاديث يتكلموا يتكلموا لكن لما شيخ الأظهر يتكلم وقال ان احنا الدول الإسلامية مش عارفين نصنع كوتشي هاجوا ومااجوا قال لك خلي شيخ الأظهر في الدين طيب ما تخليك انت في اقتصادك وما تتكلمش في الدين لكن الإعلام المصري مباح ليه أي شيء لكن أي واحد صاحب دين يتكلم في المجتمع المصري أو في الأشياء اللي بتواجه المجتمع المصري أو في الاقتصاد على طور يرمو بالتهم المعلبة ما تخليك انت في الدين انت مش عارف ايه انت ايه انت ايه وللأسف الشديد دوت اللي حصل مع شيخ الأظهر بعد الحديث المشهور اللي هو قاله فأنا بصراحة بحيي شيخ الأظهر على الكلمات وعلى قصف الجبهة اللي وجهه للخشت اللي بعدها ان شاء الله مش هيكلم تاني الحقيقة المطلقة حضرتك يعني هدى برضو اشكال والأسف الشديد نتابع في الجرائد وأساتذة متخصصون في وشهادات وكبار في التعليم الفلسفي يدعون إلى عدم أو إلى لا تصدقوا أن الحقيقة مطلقة طيب أنا سأسأل هذا وحضرتك قررت هذا يعني رددتها سريعا أنا أسأل سيادتك هذا الكتاب الجميل لسه أنا لم أقرأه اللي هو حضرتك سيد الدكتور محمد عثمان الخشت نحو تأسيس عصر ديني جديد هل هذا الكلام الذي تقوله في هذا الكتاب تعتقد أنه مطلق ولا تشك فيه أنا لحظة لحظة أنا سأتولى الإجابة أنا سأتولى الإجابة هرد على فضلتك بعد ما تخلص هرد على فضلتك بعد ما تخلص أريد أن أرد دلوقتي أرد أنت أستاذ اللغة العربية هذا السؤال ليس حقيقيا ليس سؤالا فيه سؤال حقيقي وفيه سؤال كذا هذا السؤال تقريري لي أنا أرد عليه إن كنت أعتقد حضرتك أن هذا الكلام مطلق فقد سقط بذهبك وإن كنت تعتقد أنه مسكوكم فيه فأرجو حين تتأكد أهدي إلي كتابك فتحية لشيخ الأزهر واصل الله عز وجل في النهاية الهداية لهم ولنا وللجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته